موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من فضايا العراق التربوية نرحب بكم في درس من دروس الطبيعيات المرحلة الثالثة الفرع الصناعي وفرع الحاسبات وتقنية المعلومات نكمل ما بدأنا في الدرس الماضي من الحركة الدائرية القوة المركزية وقلنا في الدرس الماضي أن القوة المركزية هي القوة المركزية هي قوة عمودية هي قوة عمودية على التجاه السرعة المماسية هذه القوة وظيفتها أو فائدتها هي تغير من اتجاه السرعة المماسية وتحولها من المسار المستقيم إلى المسار الدائري أي أن هذه القوة وظيفتها لنتغير من اتجاه هذه السرعة من مستقيم إلى دائري تجعل ضمن المسار الدائري وأخذنا مجموعة من الأمثلة على الحركة الدائرية وتحويلها من خط مستقيم إلى مسار دائري من هذه الأسئلة نحن عندنا مجموعة من الأمثلة على الحركة الدائرية يقول السؤال الأول تصمم مخارج الطرق السريعة ومضامر السباق السيارات بشكل معل نحن قلنا القوة المركزية هي عنوان رئيسي ولكن تأخذ عدة تسميات هذه التسميات هي ميلان، قوة جذب، قوة طرد، قوة تماسق، قوة تلاسق، احتكاك، شد الحبل هنا أنا يقول ليش عود مخارج الطرق السريعة ومضمار سباق السيارات بشكل مائل ذلك لتمكن أو لتمكين الجسم من توليد قوة مركزية كافية هذه القوة تعمل على تحويل السرعة المماسية من خط مستقيم إلى خط دائري أي أن تجعل السيارة ضمن المسار الدائري وتمنعها من الإنزلاق كذلك يميل راكب الدراجة نحو المركز عندما يتحرك حول مسار دائري أيضاً وذلك لتوليد قوة مركزية كافية تبقى الجسم ضمن المسار الدائري كثير من طالبتنا الأعزاء من يروح يسوي تحليل لمرض ما تحليل دم أو تحليل إدرار يلاحظ أن العين سيخليها في أمبوبة ويخليها في جهاز متعدد السرعة هذا الجهاز يسمى بالطرد المركزي بالطرد المركزي يدور بسرعة مختلفة هذا الجهاز يحول القوة الجذب المركزي إلى قوة طرد مركزي بحيث أنه يفصل مكونات الدم أو مكونات الإدرار من حيث الفرق بالكتلة فيجعل أن الكتلة الكبيرة تكون في قعر الأمبوب والكتلة الصغيرة تكون إلى الخارج يقول وذلك بتغيير القوة المركزية باعتماد على محرك يدور بسرعة متعددة وتحويل القوة المركزية الجاذبة إلى قوة مركزية طاردة وكذلك هذا الأمر يمكن أن نستخدمه في تخصيب اليورانيوم بفصل اليورانيوم 235 من اليورانيوم 238 كذلك انفصال قطرات الماء الملتسقة في الملابس عندما يدور مجفف التنشيف هنا مجفف التنشيف يدور بسرعة عالية بمعنى أن الجسم لا يتمكن من توريد قوة كافية تبقي جزيئات ملتسقة بالملابس فتتحول إلى قوة مركزية طاردة أي تطرد جزيئات الماء باتجاه المماز خارج محور الدوران من الأسئلة المهمة أيضا احنا كنا نعرف أو درسنا أن القوة المركزية اتجاهها نحو المركز والسرعة اتجاهها نحو المماز أي أن الزاوية بياناتهم تسعين درجة السؤال يقول هل تنجز القوة المركزية شغلا يعني هل يسوي شغل احنا نقول أن القوة المركزية لا تنجز شغل بسبب تكون عمودية على السرعة الممازية أي أن الزاوية بياناتهم تسعين درجة والشغل هو القوة في الإزاحة في كوسايد الزاوية بما أنه كوساين التسعين صفر بمعنى أنه راح يكون للقوة المركزية شغلها صفر أي أنه لا تنجز شغل لا تنجز شغل قبل ما ندخل في حل المسائل والأمثلة يجب على الطالب أن يعلم أنه كل قوة معطاة في المثال أو في السؤال هي قوة مركزية أي أنه أول عمل يقوم بالطالب هو مساواة القوة المعطاة في السؤال أو المثال بالقوة المركزية وإحنا قلنا سابقاً القوة المركزية عنوان كبير جميع القوة الأخرى هي تأخذ تسمية القوة المركزية المثال يقول احسب أقصى سرعة بوحدات الكيلومتر إذن شيري يريد السرعة ولكن بوحدات الكيلومتر تستطيع أن تدور بها سيارة حول منحني نصف قطرة خمسة وعشرين متر على طريق مستوي إذا كان معامل الاحتكاك السكوني بين الإطار والطريق يساوي ثمانية بالعشرة هنا نذكر الاحتكاك أي بمعنى أنه أكهو قوة احتكاك إحنا اتفقنا وعلمنا الطالب أنه نقرأ السؤال جيداً ونستخرج من عند المعطيات منطيني نصف القطر خمسة وعشرين ومعامل الاحتكاك السكوني صفر بوينت ثمانية واتفقنا أنه كل قوة معطات بالسؤال نساويها بالقوة المركزية أي أنه قوة الاحتكاك تساوي القوة المركزية هنا القوة المركزية اللي هي مربع الكتلة في مربع السرعة على نصف القطر القوة المركزية درسناها هي الكتلة في مربع السرعة على نصف القطر وقوة الاحتكاك درسناها احنا بالصف الأول هي القوة العمودية في معامل الاحتكاك القوة العمودية في معامل الاحتكاك كل قوة عمودية هي كتلة في التعجيل الأرضي هي كتلة في التعجيل الأرضي اللاحظ أنه هنا الكتلة هنا راح تختصر ويا الكتلة راح يصير عدي مربع السرعة هو معامل الاحتكاك السكوني في التعجيل الأرضي في نصف القطر نصف القطر عدي 25 ومعامل الاحتكاك السكوني عندي 8 بالعشرة والتعجيل الأرضي درسناه بالمتوسطة هو 9 بوينت 8 9 بوينت 8 8 بالعشرة في 25 في 9 بوينت 8 8 بالعشرة في 25 ميتين ميتين هذه الميتين أحسب عدد المراتب بعد الفارزة واحد راح يصرع عندي 20 هاي العشرين أضربها في 9 بوينت 8 ألاحظ أن الصفر ويا الفارزة راح يصرع عندي 2 في 98 يطلع عندي 196 196 196 هذه بالنسبة لمربع السرعة أجذر الطرفين مرة أجذر الطرفين راح يصير 196 تحت الجذر تساوي 14 متر على الثاني هنا السرعة طلعتها بوحدات المتر على الثاني وننتبه هنا عملية تحويل السرعة من متر على الثانية إلى كيلو متر على ساعة ينتبه هاي الطالب عملية تحويل من متر عفو من متر متر ثانية إلى كيلو متر ساعة ساعة نلاحظ أنه المتر شكيت واحد على ألف من الكيلو متر قسمنا على واحد بالألف والثانية هي واحد على 3600 من الساعة صار عدي 14 على ألف على 3600 إحنا عدنا لو نلاحظ أنه المقام هنانا المقام يتكون من كسر نحول هذا الكسر من قسمه إلى ضرب رح يصير عدي 14 فيه 3600 على ألف هاي الصفرين ويا الصفرين تروح رح يبقى العشرة بيها خمسة على ثنيا الستة وثلاثين بيها ثمنتعش رح يصير الخمسة والأرباطعش تقريبا خمسة عشر رح يصير تقريبا ثلاثة ثلاثة في ثمنتعش يطلع خمسين بوينت أربعة كيلو متر بالساعة أي حولت السرعة من متر أربعة عشر متر على الثانية إلى كيلو متر طلعت خمسين بوينت أربعة كيلو متر بالساعة هذا بالنسبة ل المثال كذلك بالنسبة عدي سؤال بالكتاب احنا اتفقنا رح نحل أسئلة الكتاب مع كل موضوع لكي يزداد الطالب يزداد الطالب خبرة في عملية حل المسائل احنا عدنا هذا السؤال تطبيق مباشر على القوانين قوانين التعجيل المركزي وقانون القوة المركزية هذا السؤال يقول جسم يقول جسم كتلته 2 كيلوغرام إذن منطين الكتلة جاءت 2 كيلوغرام مربوط بخيط طولة نصف متر هذا الطول احنا اتفقنا أنه كل طول هو نصف قطر إذن نصف القطر هو نصف متر ويتحرك بسرعة 5 متر بالثانية منطين السرعة 5 متر بالثانية احسب للتعجيل المركزي ثم احسب القوة المركزية قانون التعجيل المركزي هو مربع السرعة على نصف القطر مربع السرعة على نصف القطر منطين السرعة 5 على نصف أربع الخمسة يصير 25 راح أشيل الفارزة 25 أشيل الفارزة أخلي صفر يصير 250 على 5 ويساوي لـ 50 متر بالثانية تربية الطلب الثاني يقول احسب القوة المركزية قال من قالوني نيوتن الثاني يقول القوة المركزية هي الكتلة في التعجيل المركزي تعجيل المركزي طلعتها 50 والكتلة منطين إياها 2 2 في 50 يساوي لميت نيوتن أو طريقة ثانية القوة المركزية هي الكتلة في مربع السرعة على نصف القطر الكتلة منطين إياها 2 والسرعة 5 تربيع على نصف يطلع لميت نيوتن هذه بالنسبة للقوة المركزية وتطبيقات القوة المركزية ننبه طلبتنا الأعزاء أنه دائما ما تستخرج المعلومات من السؤال وتخليها بالمعطيات ليسهل عليك عملية حل السؤال وتعرف ما هو المطلوب منك لحل هذا السؤال موضوعنا الآخر هو قوانين كبلر التطبيقات على الحركة الدائرية هي قوانين كبلر ما هي قوانين كبلر؟ العالم كبلر خل ثلاث قوانين قبل تقريبا أكثر من 200 سنة هذه القوانين حددت لي حركة الكواكب حول الشمس والآن في وقتنا الحاضر حددت لي حركة الأقمار الصناعية حول الأرض في مدايات معينة القانون الأول لكبلر هو إلى هنا نأتي إلى نهاية درسنا لهذا اليوم آملين اللقاء بكم في درس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة